تاني معلومة صادمة هي المدة المسموحة يعني امتى الطفل بتفرج على تلفزيون مفروض قد ايه الحقيقة الإجابة أنا بقول صادمة شوية لأنه الإجابة لا يجب أن تزيد هذه المدة عن ساعة واحدة إلى ساعتين على مدار اليوم كله من ساعة واحدة إلى ساعتين وعلى فكرة يعني هو دور الإعلام الحقيقة دور وسائل الإعلام يعني والبرامج اللي زي برامجنا إن احنا نقول لحضراتكم المعلومات الصحيحة ونوعي حضراتكم بيها يعني بما هو صحيح خاصة فيما يتعلق بصحتنا وصحة أطفالنا لأن أنا عارف إن فيه ناس دلوقتي يتقول يا عم وفيه حد هيقعد يتفرج على تلفزيون ده الأطفال من ساعة ما بنسحى بنشغلهم التلفزيون لغاية آخر الليه مو ده غلط يعني دورنا بقى إن احنا نقول لحضراتكم إن ده غلط خلاص وإن الصح كده فاللي عايز يعمل الصح واللي عايز وانا واثق إن فيه ناس كتير قوي بتبحث عن الصح وتبحث عن ما هو جيد لصحتها وصحة ولادها وما إلى ذلك طيب الفترة بقى يعني احنا قلنا من ساعة إلى ساعتين على مدار اليوم كله هو ده الوقت المسموح لمشاهدة التلفزيون تمام طيب الفترة بقى بشكل متصل يعني إن الفرجة كده بشكل متواصل لا يجب أن تزيد عن 15 إلى 20 دقيقة متواصلة لازم يحصل بعدها توقف عن المشاهدة وفي حال إعادة المشاهدة بعد كده لازم يكون بعد ساعتين على الأقل وفي الساعتين دول لازم الطفل يكون اتحرك يعني نكون حركناه يكون عمل حاجة اتحرك فيها حرك إيدي وحرك إيدي رجليه اتحرك يعني حتى لو إحنا شايلينه خلاص طيب نكمل بقى الصدمات الصدمة اللي بعد كده إن فترة المشاهدة اللي قلنا إنها لا يجب أن تتجاوز الساعتين في اليوم بيدخل من ضمنها مشاهدة أي محتوى على أجهزة الكمبيوتر أو التابلت أو التليفونات وما إلى ذلك يعني التليفونات والموبايل والتابلت قصدي والكمبيوتر مش حاجة مفصولة هم كلهم برضو الساعة أو الساعتين والحقيقة برضو النصيحة إن أنا عايز أقول لحضراتكم إن الأفضل بنسبة لأطفال هو مشاهدة التليفزيون يعني ده الأفضل بنسبة لأطفال عن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية وحتى في حال مشاهدة محتوى مرئي يعني إلكتروني فالأفضل جدا إنه يكون على شاشة التليفزيون يعني إذا توصل بتلفزيون أو التلفزيونات الزكية أو ما إلى ذلك وده الأسباب كتيرة منها المسافة الآمنة إن المسافة بتكون آمنة خلاص اللي هي مش لازم الطفلي بعد قريب لازم يكون فيه بالزبط بالزبط ما لا يقل عن مترين تمام وضع المشاهدة بيكون أفضل هو وضع الجلوس ما يبقىش طفل عادي عامل كده وعادي عامل كده لا المشاهدة بتبقى ستريت وهي ده الوضع الأصحي جثمانيا بخلاف إن ده أريح للعين عشان الشاشة طبعا بتبقى أكبر والحقيقة أنا أريد أن أقول لحضراتكم كلمة دلوقتي عن صناعة الكرتون على مستوى العالم كله قبل من نخش على موضوع الكرتون لأنه صناعة الكرتون ده صناعة معقدة جدا في العالم كله وفيه يعني معقدة على مستوى التقنيات والتنفيذ ومعقدة على مستوى الأغراض يعني فيه ناس بتعمل كرتون لأغراض نبيلة وفيه ناس بتعمل كرتون لأغراض غير سوية على الإطلاق وهنا فيه ضرورة الحقيقة في بلدنا إن إحنا يكون ضرورة العمل على صناعة محتوى مصري متقن حتى لو بأبسط الأشكال محتوى وانا بكلم هنا بقول محتوى مصري وليس عربي لأنه فيه دول عربية ابتدت تشتغل على محتوى خاص بيها يعني فيه دول بعض الدول بتعمل بعض الدول عربية بتعمل محتوى كرتون للأطفال يعلمهم العادات والتقاليد يعلمهم الصح والغلط يكلمهم عن تاريخ بلدهم فبالتالي لا يجب ان احنا نترك هنا الأمور في نطاق التجارب الفردية بل يجب ان تكون هناك استراتيجية وضحة المعالم ان يكون فيه محتوى خاص بالأطفال لان ده وسيلة تعليمية جبارة سهل قوي ان احنا نعلم الأطفال كل ما هو جيد وكل ما هو مفيد وسهل برضو ان احنا ندخل جواهم أفكار غير سوية على الإطلاق لا قدر الله